الانضمام هذا يعتبر انضمام نوع من انواع الانضمامات لما انا اضيف تعليق لخبر لو لاحظوا ان التعليقات هو جدول مختلف عن الجدول الرئيسي يعني احنا كما نذكر عملنا جدول اسمه add news اللي نضيف فيه الاخبار ايضا راح نعمل جدول للكومونتس او التعليقات فنلاحظنا الجدولين يعني كل واحد مختلف عن الثاني فهنا تبدأ عملية الانضمام كيف اضم جدول كومونتس الى جدول الاد نيوز عساس يكونون مترابطين لما اضيف تعليق يظهر على حسب الخبر اللي انا اضفت فيه تعليق هذا ما راح نتناول اليوم ان شاء الله سهلات وما فيه اي صعوبة كل المطلوب منك هو التركيز والفهم بطريقة ان شاء الله تكون سهلة بداية انا يوم عملت show news اللي لما اضغط عليه حولني الى read more اللي عملناه في الدروس السابقة لما يعرف هذا الدروس يراجع الدروس السابقة ويطبقها ونفس ما قلنا لا تحدف هذه الملفات خالها معاك لان الدورة راح تعمد عليها اوكي طيب انا عملت هذه الملفات هذه الملفات قام للاحظة read news لما تدخل على الخبر تشوف الخبر رغم ثلاثة اوكي انا وضعت اخبار جديدة لو تدخلت على الخبر الثاني راح حاولك الى الخبر الثاني ويعطيك التعليق انا راح اعمل لي صندوق تعليقات في الاسفل كل خبر اعلق عليه راح يكون مثلا الخبر اثنين كل خبر اعلق عليه يضيف ال id اللي بالخبر نفسه اوكي طيب الان راح نفهم كيفية طريقة التعامل مع اضافة التعليق لخبر معين او الى ما خلافهم الامور راح نجي راح اروح اول شيء الى add news او الجدوى الحقي اللي هو news اوكي راح اروح الى news راح اعمل لي ملف جديد راح يسميه مثلا com اختصار لكلمة comments اختصار لكلمة comments بداية اول شيء محتاجة ايش بما ان تعليقات يعني لابد ان يكون في ترقيمة الغائر اذا محتاج id للكمان طيب ايضا محتاج مثلا اسم المعلق بريد المعلق مثلا التعليق اوكي والتاريخ ما التاريخ هذا راح نتناول ان شاء الله في دورات المحترفين بس خلونا نقام في الاساسيين اوكي اللي هو ال id اسم المعلق بريد المعلق والتعليقات صندوق التعليق طيب و لابد ان ننضيف عساس نضم لابد ان ننضيف حقل ثالث الحقل الثالث هو راح ياخذ ال id اللي راح يدخل عليه الخبر يعني انا مثلا دخلت الخبر ثلاثة ابي اضيف تعليق على الخبر رغم ثلاثة لابد ان يكون عندي حقل في كومونت مخصص للخبر اللي راح ينضاف في التعليق طيب طيب فخلونا نقول هنا مثلا اذا عندي خمس حقول راح اقول له راح اعمل لي هنا راح اقول له c id اوكي يعني اختصار لكلمة كومونت اي دي من نوع انتجر و راح اقول له انه auto increment بريمركي راح اجي هنا راح اقول له c name اسم المعلق كومونت اوكي راح اخلي فاتشر مثلا راح اخليه مثلا 60 حرف من 60 حرف و راح اقول له not null غير خالي اوكي راح اجي هنا راح اقول له c مثلا mail وهو اختصار كومونت مضيف راح اقول ايضا varture مثلا 255 و راح اقول مثلا not null راح اجي لهنا c و راح اقول له text اوكي اختصار للنص اللي راح اضع راح اكون مثلا نوع نقول text نصي اوكي و غير محدد الهجم او قيمة النصوص راح اجي هنا varture راح اقول له في varture هنا راح اخذ قيمة add news خلونا نروح add news راح افتح open new link طيب لو لاحظنا في add news عندي ايش عندي id اوكي ال id هو اللي راح يكون ترابط بينهم يعني راح يترابط مع ال id فلذلك انا لابد اخصص له عندي هنا اقول له اني راح اخذ id ما هو ال id طبعا في ال php تقول له ما هو ال id فرح اقول من نوع انتجر لا تحدد لا auto increment ولا تقول بريمركي خلى فقط id من نوع انتجر اوكي من نوع انتجر اذا هذا هو راح يكون الربط كل تعليق اضيفه يضيفه على حسب الصفحة اللي هي ال id اللي هي من موجودة نفس ما اتفقنا في add news قلنا لك ان add news فيها ال id اوكي اذا هذه هي فكرتها طيب وراح اقول الان save عندي الان الجدول راح اخذها عسا سعمل على التعليق راح اقول لك copy هذا هو الجدول 8 شائر وكمان لاحظ طيب طيب راح اجي هنا راح اقول لك هنا جدول التعليقات راح انزل enter راح اضع على بهذا الشكل وراح اقلق بهذا الشكل طيب طيب خلونا التعليقات جدول نقول لك مثلا نقول لك commands table اوكي جدول التعليقات هو موجود عندي عساس ابدأ في وضع التعليقات اول شي علي اني اسوي ايش اني اسوي نموذج لتعليق لما اضغط هذا الخبر اسوي نموذج اذا راح افتح read more راح افتح read more راح انزل تحت اخر شي راح اقول له هنا قتلى set id هنا راح يكون مكان تعليقي عندما يكون الطلب صحيح يظهر التعليق فهنا راح يكون ايش بال elsef اللي ولما يطلب بشكل صحيح ال id وكان رقمي اللي عملناه في الدرس السابق هنا راح يكون النموذج في هذا الشرط في elsef اذا راح انزل بهذا الشكل وهنا راح يكون النموذج خلونا نكتب هنا النموذج عساس تعرف ان هنا النموذج وهنا ايش راح اعمل بهذا الشكل يعني اقلاق النموذج عساس تعرف انت وان كانت عامل هنا راح يكون نموذجي ما بين التالي وما بين التالي اللي تحقق يوم تحققنا راح اقول هنا في منتصف ويقول لك Echo راح اعمل لي Form وراح اقول له هنا اقلاق فورم وراح اقول لك Action الـ Action سيكونه بالنفس الصفحة فى هو يستخدم ستفاج職 طيب راح اقول لي server وراح اقول لي داخل Server عندي VHPفYY Additionally في نفس الصفحة طيب وراح أقول وس我們的 مثلا ال HBPあります طيب الى الان اي X انشأت لي Form للتعامل معه طيب طيب.. رح اجي الآن. قبل أعمل فورم رح أعمللي جدول رح أقول لـ table طيب سأقول مثلا WITH يساوي مثلا لو نقول أربعين في الجميع طيب طيب ورح أقول في بوردر مثلا يساوي واحد على سبيل مثلا سأقول مثلا Sill battling سأقول في السيل بايدينج مثلا يساوي خمسة طيب طيب سأقلق الـ table جميل الان عملتلي table سأعمللي TR ورح أقول في تيدي تيدي راح اقول لنا هنا أساس أني أبدأ في إنشاء التعليق فرح اقول لنا مثلا هنا راح اقول له مثلا اد كومو اد كومو اوكي اد كومو بيدي الشكل طيب راح اجي تحت راح اقول لكي ار كي ار وحعمل كوموز تيدي مرتين هذي مرة راح يكون with يساوي مثلا نقول له 50% ctrl D راح يقول له 50% هون راح يكون مثلا your مثلا your name your name وهون راح يصير نوع embot يساوي مثلا text راح يقول له name راح يساوي نفس اسمه اللي في القاعدة فراح يقول له مثلا c name c name اساس هون يكون اسم المضيف هون راح يجي راح يقول له مثلا td ثاني راح يكون td ثاني ايضا width نفس الامور راح يقول له 50% و راح يقول له 50% راح يجي هون يقول مثلا email email address اختصر بهذا الشكل راح يقول له مثلا import type يساوي مثلا text راح يقول له name يساوي c mail هادي الاسماء اللي اخذت هم القاعدة اقدر اقاير الاسماء بس لا تنسى انك انت هذول راح تستخدمه في قيم البوست طيب طيب راح يجي الان الى اخر شيء اللي هو عندي اللي هو text area راح يقول له ايضا td راح يقول له في td width يساوي 50% راح يقول له هنا مثلا text راح يقول له مثلا راح يقول له مثلا هنا text area راح يقلق text area راح يقول له مثلا name يساوي c text c text طيب انا تغريبيا انا نهيت كل الشيء اخر شيء راح يعمل لي tr طبعا نشوف هذا الاد كمود سيكون call spam او قبل لا اقول call spam راح نقول له هنا td راح يكون هنا input type يساوي submit راح يقول له name يساوي مثلا راح يقول له value value يساوي مثلا add com بهذا الشكل طيب طيب راح يعمل لي input type يساوي hidden filter طبعا راح يكون name هذا راح يساوي مثلا add مثلا value هذا راح يكون قيمة الادخال مثلا add وال value راح يكون مثلا com هذا راح يستخدم في قيمة الادخال اشتركوا في القناة